السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرقت الحياة غرقا ظاهرة اليوم الجمعة بإشاط إرستينكا الدكتورة نادية بن سودة حينما كانت تسبح برفقة أفراد من أسرتها قبل أن تخطفها إحدى الموجات بسبب هي جرى البحر وخطورة السباحة في هذه الأجواء ووفق مصدر مقرب فإن الدكتورة التي تعتبر من أشهر أطباء أمراض النساء والتوليد بفاس كانت تسبح على مقربة من الشاطئ لكن قوة الأمواج جعلها تختفي في رمشة عين أمام مرافقيها ورغم محاولات إنقاذها إلا أنه تعذر ذلك وقد خلف وفاة الدكتورة نادية بن سودة التي جاءت لقضاء عقلتها بتطوان وشواطئها استياء وحزن كبيرين في صفوف من حظر الواقع ومن يعرفها وجل سياح مرتيل الذين تجمهروا لحظة البحث عنها بعد أن أخفتها الأمواج يذكر أن شاطئ ريستينكا تعتبر من أخطر الشواطئ والأكثر تسببا في الغرق ويسجد سنويا عدد كبير من الوفايات بمياهه حتى في أوقات ودوءه أما بالنسبة لليوم الجمعة فقد كان في مستوى خطير جدا كغيره من الشواطئ الأخرى رحمه الله ورحمة واسعة